لو راح النيابة العامة ايضا هتحقف او نيابة الادارية او اي جهة او الرقابة الادارية كل الجهات في الدولة لاتتحرم الفساد اليوم الدراسي رضا نعيم بتقول او بيقول اليوم الدراسي تمن حصص طبيعي الشمطة تكون تقيل لا ممكن جدا يكون فيه زكاء في اختيار الحصص مش لازم احط تمن مواد مختلفة في اليوم الدراسي ممكن اخلي الفترات دراسية فانا اخلي فترتين فيهم كتب في اليوم فقال الكتب دي مسألة سهل جدا تدبرها بجدول زكي من قبل مدير المدرسة بيكلموا عن لماذا كنترول محمد خميس السنوية العامة حكرة على بعض المدرسين فقط وموظفين وكالة الوزارة فقط مع العلمه انه يساعد على رفع حالة المعلم بطريقة كبيرة جدا بالنسبة للكنترولات بصفة عامة التعليمات اللي موجودة من سنوات طويل لانه يحصل تجديد دائم في من يعرف الكنترولات والسنوية اعتقد جددنا يمكن اكتر من 40% من الاشخاص على ما اتذكر والسنوية الجاية هنجدد اكتر يعني ده لابد يحصل تجديد مستمر ومتبقاش حكرة على بعض الناس بيقول لي ماذا لنأخذ مكافئة امتحانات 500 يوم زي الجامعة شوف المكافئة الامتحان بتقرر في في وزارة المالية بالتفاق معنا يعني خدر امكان ده مطلب من المطالب اللي انا بعتقدناها مشروع هنزود مكافئة الامتحان لكن تحتاج لتمويله والتالي الحوار متصل مع وزارة المالية مع مجلس الوزراء لزيادة المكافئة الامتحان قدر الامكان في ضوء ظروف الدولة الحالية ارجو نتمكن من هذا ان شاء الله ولو ما وصلناش 500 مرة واحدة نصل تدرجان الى زيادة في 200 يوم سؤال قد يبدو شخصي ولكنه مهم للناس هل فعلا تم استمعات حضرك قبل كده من الوزارة على خلفية انتماء حضرك الاخوان المسلمين يعني سؤال متكرر وانا شاف انه قديم قوي يعني انفت اكثر من فترة انا دايما احب اسميه القديم الجديد اعشان انا متحددنيش انا كنت رئيس جامعة المنصورة كلفت ان اكون وزارة تربوية التعليم قديت واجبي خلال السنة ونص اللي انا اعطلوه وزارة تربوية التعليم بمنتغ الشاففية وبمنتغ الاحترام لما اعتقده نصح ولمبدأ الشرعية ومن اول يوم جيت الوزارة كان لها موقف مختلف عما توقعها البعض مني يعني انا رجعت المدرسين ومستبعدين لمحافظات بعيدة وقلت لا يمكن اسمح لنافسي بهذا الامر لما منعت ان الاعلان السنة العامة يتم بعد وصول الوزارة بتاعت ايام لناس قبل ناس ده كله كان تأكيد لان انا عندي مبادئ معانا بيحترم هذه المبادئ اللي حصل انه الوزارة كليا كانت تتغير مش انا مثلا كانت تتغير واعتقد مش 12 وزير معايا في نفس الوقت لكن ربما بالنسبة لي اللي حصل انه رئيس الوزارة يقابلني عشان نستمر في الوزارة وتاني يوم حصل التغيير قيل حاجات كتير جدا انا اسمعت اذا احد تسمع من ضمنها انه ربما انه في مساء الامنية ربما في قرابة لاحد الشخصيات في الاخوان لكن لانا اقولت اكتر مرة ان انا عمر ما كنت عضو في جامعة التنخل المسلمين ده مش تقليل من شأنهم ولا مش يعني ده اثبت الواقع المثال تواقع بالثبت الحقيقة كان في دوري حضرك لما كنت حضرك في جامعة المنصورة كان حدث رائع جدا كنت بتصديف كل جامعات جامعات كلها اسبوع شباب جامعات اسبوع شباب جامعات مش احرى المدارس دلوقتي محتاجة التفاعل ده حي انا رأي المسابقات لها دور مهمة جدا جدا لتفعيل النشاط داخل المدارس وبث قيم وقدرات جديدة للطلبة وتجديد حيويتهم وتجديد حيويتهم وازاك الانشطة مهمة جدا انا بقول ده من الانشطة هي اساس تعليم الحديث التعليم الحديث مش معلومات المعلومات موجودة على الافة من احنا شفنا في المدرسة شيء رائع اللي حضرتك فيها تحتها نمزج للأهرامات ونمزج للألعا وشكل يفتح نفس أي حد وطرق تدريس نفسها تتطور لانه اهم حاجة نحن نعلم الطالب يفكر بنفسه يحلل المسائل ينتقد يعبر عن نفسه بكل شجاعة لو قدرنا ندير لشوية معلومات كل شوية لن نصل إلى تقدم في العملية التعليمية ولذلك حدك محقق المسابقات جزء مهم جدا من نشاط المصرحيات اللي بتنمي آخر السنة الانشطة الرياضية خدمة المجتمع هذا خلنا من ضمن الانشطة ان الطالب لو خدم المجتمع من خلال انه ينظف الحي أو القارية انه ينظم مسائل متعلقة بناس انه يواعي الناس ياخد درجة عليها وتحسب ضمن الدرجة نهاية للطالب طبع ده مهم جدا الكشافة المرشدات رجعناها السنة ده من نظر الانشطة ونرجو ان كل مدرسة تعمل فرق الكشافة والمرشدات لان ده في منتقى الاهمية لتكوين قدرات لدى الطالبة اكبر من مجرد معلومات يحفظها في درس المدرسة طبع ما نخلي مشاركات المدرسة او مساهمتها بجد في ادوات النشاط المختلفة جزء من تقييمها ده اللي حاصف بحيث ان انا ارفع تقييم المدرسة جزء من تقييم الطالب وتقييم المدرسة اه ده عشان نهارده نقلها لبي نهارده عندي كسافة كبيرة او الصبح مش مستغلة بشكل امثل ليه ما يبقاش يوم في الاسبوع لكل مدرسة تقدر تمارس فيه خدمة المجتمع وده شيء رائع جدا حضرك محق في هذا وانا اعتقد انه لازم يكون فيه نوع من من القدرة على الابداع لدى المدير ايه للمدرسين يختروا حاجات جيدة كل يوم واحنا على مستوى الادارة التعريبية على مستوى المدرية على مستوى الوزارة دائما يكون عندها نشاط متجدد وحاوي هو ده التعليم في الواقع هو اضافة خدرات اضافة ملكات تشجيع الناس على بزل جهد بشكل محبب للطلبة وليس غصبا عن الطلبة او ضد رغبات التعريب روبير رؤوف هننشر الارقام تاني عشان الشكاوى لكن اوصل لسياتي الوزير بيقول هو في مدرسة النصر سكول اللغات في القاهرة والمدرسة فوق 3500 جنيه وعملت زيادة السنة دي 17% مش 3 او 4% ده مخالف بالتأكيد وغير كده في اخر السنة اللي فاتت زودوها في اخيرها 500 جنيه ما دفعناهاش فحولوها على السنة دي وبعتنا شكاوى قبل كده للوزارة مفيش ايضا روبيري بعتلي انا مكتبي انا الشكوى وانا بتأكيد لو كان الكناب ده صح هيبقى في دي مخالفة صريحة مفيش 17% المدرسة بتاخد 3000 اطلاقا غير مسموحة كبا واخر وزاري مخالف لي ده ابعت الشكوى وفي رقم كمان بنحطه على الشاشة يا سيد روبير بيظهر على الشاشة 19 126 بلغ رسالة او ممكن توصلها احنا مش عشان المدرسة دي بالذات عشان المدرس كلها اللي بتخالف دي قادة عامة اه عشان يبقى فيه سيستي المدرسة الدولية بالاسماعيلية دعاء سلامة لا يوجد بها مدرسين الى الان رغم حضور لجنة من الوزارة لاختيار معلمين جدد ولما يتم الاتصال بأي مدرس منهم انا هعين مدير للمجمع فلسماعيلية ان شاء الله قريب جدا وهكلفه ان يتابع كل المسائل دي انه ارجو ان يكون يعني يقدر يحل اي مشكلة موجودة في المجمع حاليا نسبة المصرفات كلنا اتكلمنا فيها وتقدروا تبعثوا لحضراتكم اذا كان فيه مخالفات عشان الالتزام سيد الوزير حدد النسبة المسموح بيها والتي تم الاتفاق لها مع الجميع قدامي كم دي يا سادة الوزير اسأل فيهم اشوف انا شفاف جدا اوه والله منتعل بساطة انا الان يعني اطيع ولا اعطي اوامر لا 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 انت سامل برنامج انت سامل برنامج الناس لا بس بما لا اثقل بها يعني ما اتأكد ان انا من الصباح عارب عشان كده بتكلم بشفافية مش تحتامرك طيب والله بحاول اجمع اكبر قدر ممكن من الاسئلة اسامة سنجاف بيقول ممكن اسأل الوزير ام تتعين انا حصل على بكالوريوس التربية انجليزي 2001 والدي من ابطال اكتوبر في الغربية يعني ارجو انه يذهب لسيد مدير التربية التعليم في الغربية ويقدم له اوراو ارجو يقول ليه فرصة ان شاء الله لان ده برضو خصص محلي بيكلم على كرامة المعلم شعبان سرور بيقول يا ريت وضع المدرس الادبي على الاقل يعود كما كان سابقا ومش عايزين فلوس المعلم التان او يا معتز استاذ سرور انا متفق معك 100% وانا طول عمري هاي ويعني في كل لحظة اكد ان اول شيء يحتاج المعلم هو توقير المجتمع واحترامه لازم المعلم اذا لم نوقره ونحترمه هنرتكب خطأ جسيم لان ده قدوة لابنائنا فليمكن نفرد في هذه القدوة على الاطلاق وبعدك يأتي تحسين الدخل المادي وتدريب المعلم وتأهله على اعلى المستوى فانا بأكد تات عناصر دول التوقير الدخل المادي المناسب التدريب المناسب دول بيكونه قيمة المعلم في اي مجتمع لو سمحت يا استاذ معتز سلامة عطى اسأل وزير لماذا خصم حوافز تطوير التي نأخذها مقابل عهدى وعمل اضافة الوزير بيخصم حوافز دي معلومة جيدة بالنسبة لي الوزير لا سراء لا اطلقا بخصم حوافز ربما يكون اخطر عنوان منقشة طيب الكسافة عمر محمد يحية احنا في مدرسة سنوية بالبيس محافظة الشرقية والمدرسة للفترة الصباحية فيها الفين طالب النهاردة وده رقم رهيب جدا لا يعني كامل كسافة الفصلة وده الاهم مش العدد كسافة الفصلة كامة وده المعيار بالنسبة لنا ارجو ان تسأل الوزير عن النظام الجديد للدبلومة التربوية بعد ان صرح بانه سوف يكون تحت اشراف وزارة التعليم واصبح هناك حمل شديد علينا كمدرسات ولدينا اطفال كثيرة واصبحت كليات التربية تتاجر بالدبلومة هل حظك دي مسألة حساسة شوية لان احنا مزدنا الاكاديميات المعلمين كان عندها مشاكل وكانت متوقفة عن العمل الفترة السابقة فاحنا بنحاول نبث فيها الروح وان خلالها تأدي دورها فصعب جدا نحنا نقول لها النهاردة انت فكري في نظام بديل للدبلومة التربوية ترفق قانون الكادر 155 بيو نص عندها الاتحاق لأول مرة بالوظائف الكادر لابد من حصولها على الدبلومة التربوية وده نصف القانون يعني ما يقدرش الوزير ولا حتى مجلس الوزر يعدله إلا زي غيرنا القانون وهل من المستحن غيرها ولا دي مثلا نقاشها بعدين لكن في كل أحوال نرجو كلية التربية انها تلتزم بانها كليات رائدة وانها بتقدم خدمة لمعلمين ولاجب اطلاقها ان احنا نفرض عبء كبير على المعلمين ولو فيه مشكلة مع كلية معانا انا مستعدة اكلم رئيس الجامعة ونجد حالة لها ان شاء الله إلى ان يتم عمل نظام بديل في كهية المعلمين وده يحتاج وقت شوية ان شاء الله احمد بكر التعليم الصناعي يا استاذ معتز ليه ما فيش اهتمام به رغم ان هو ده اللي بيعمل نهضة للبلد اهو ده جزء خطير التعليم الفني مهم جدا وخطير جدا واحنا بصدد تطويره ان شاء الله بشكل جيد من الدهولها لا يعني مش يعني فيه فيه كم مدرسة شغالين مع ايطاليا اه سواء في القاهرة او في الفيوم او في اماكن اخرى ومع الدول اخرى غير ايطاليا وبتاكيد التعليم الفني محتاج جهد اكتر بكتير جدا من الله حمد احمد احمد وزير المالية باختم مع حضرتك اسئلة سريعة وزير المالية لما يعد بيصرك القول بيقول لك ايه قادر على تلبية هذه التلبات ولا احنا هنطبع فلوس ولا هنعمل ايه وانا اخش بس انا بريس وزير المالية مش عايز تشوفني بعد كده من كتر يعني ما انا ايه بمثله ضغط غير عادي يعني لكن هو طبعا استاذي في التخصص وانا بحترمه جدا وانا اعتقد ان شاء الله انه كل مطالبنا مشروعة هنحاها ان شاء الله البلد قادرة على كده فعلا نستي الوزير البلد قادرة بتضامن وتكاتف ابناء البلد وتقدرهم لظرفها يعني هذاك لما تجد نهاردة انه فيه اضراب جزئي عند بعض المعلمين فيه اضراب في النقل العام فيه اضراب في العين السخنة فيه اضراب في مصنع السكر فيه اضراب معرفش في الصحة طيب في النهاية كلنا مصريين وكلنا هدفنا بلدنا طب احنا هنصل ازاي الى تحقيق تقدم حقيق في بلدنا الا اذا تكاتفنا وتحملنا بعض الشيء الحكومة دي حكومة مؤقتة بطبيعتها مؤقتة واحنا موجودنا لخدمة عامة يعني كلنا هدفنا حاس انه بيشيل فوق يعني قدراته اعباء واعباء يتحمل اكاذيب ويتحمل اساءات بدون اي مبرر على الاطلاق فاذا كان ده الوضع حاليا والفترة كلها فترة مؤقتة ويتيجي حكومة منتخبة من الشعب طب ليه ما نستناش ونساند بعض لعندما نعدي هذه الفترة وبعد كده يعني نقدر نطلب مطالب العدلة بتاعتنا بكل شجاعة فانا اعتقد يجب بيحصل نعم التكاتف الاجتماعي ما بين كل الناس سواء كانوا مواطنين موظفين مسؤولين نحن نعدي مصر بمصر هذه المرحلة لانه اهم شيء نحافظ على كيان الدولة المصرية اذا لا قدر الله حصل اي اهتزاز في كياننا كمصر الكل هيدفع التمام بلا استثناء واهم لما اسأل وزير وهو رجل قانون قبل اي حاجة في هذا التوقيت رأيه ايه في اداء المجلس العسكري السياسي وهو ماشي عطري السليم ولا ولا ده سؤال مالوش لازم لا انا ادرى جاوبك بوراي الشخصي في كل حوال انا اتحمل مسؤولة رأي الشخصي اي انه في الظروف لا حكناها لحضرك من شوية وظروف بلدنا ديان ايه افضل حاجة ممكن تعمل لها هذا البلد انك انت تتقودها الى انتهاء سريع وسليم لمرحلة الانتقالية الى قيادة يختارها الشعب يعني الديمقراطية هي ايه يعني الشعب يختار من يريد الشعب هيختار مجلس الشعب يختار رئيس جديد وهؤلاء يتولون قيادة الشعب في المرحلة القادمة فاعتقد المجلس على قد نسعها كل هدفه انه يصل بهذا البلد سليما الى انتهاء هذه المرحلة الانتقالية ويجب نساعده في هذا الامر لو احنا حاولنا نعطل هذا الامر انه يثير قلق في هذا الامر انا اعتقد لنخدم مصلحة العليا لمصر حتى لو الانتخابات جابت ناس في رأينا انه مش كويسين لازم يتحمل الديمقراطية هي كده تحمل مرحلة من مراحل الناس تختار كويس او وحش اللي يقدر انه حلو او وحش هو الشعب اللي يدفع تابع الاختيار هو الشعب والشعب اذا اتعلم ان يختار احمد واحمد مش كويس هيشيل احمد المرة جاي وجيب ابراهيم فاحنا لازم نتقبل الديمقراطية كما هي لكن يعني القلق والتوتر وإسارة الاضطرابات لن تخدم على الاطلاق المصلحة الوطنية العليا والمصلحة الوطنية العليا دلوقتي متطمن عليها بصورة شخصية بطبيعة متفائل طول عمري وفي احلك الظروف كنت متفائل في حرب ده سبعين كنت متفائل النهاردة متفائل الانبارح كنت متفائل رغم كل المسائل لان عند السخة كبيرة جدا ان مصر تستحق مكانة رائعة جدا والعالم ينتظر منها هذا وينظر ليه هذه النظرة لما تروح الخارج وتقعد مع حد يقولك مصر واللي حصل في مصر 25 يناير ومصر المستقبل هم واسقين خضراتنا كمصرين اعلى كتير جدا من ثقاتنا في نفسنا فعشرين كانت متفائل في المدى البعيد ارجو في المدى القصير نحن نتمكن ان احن نعدي هذه المرحلة بقدر من الشجاعة والكياسة والصبر حتى نصل الى انتقال سالس من المرحلة الانتقالية الى المرحلة ينتخل فيها الشعب قياداته ويمارس الديمقراطية كما كنا نحلم بها طول الوقت اعتب على المعلمين اطلاقا انا واحد منهم فممكن اعتب عليهم وانا نقول لحدك انا صختي غير عادية في المعلمين ويحب لهم عمره ما تغير لحظة واحدة لان اسم كان فيه فئة قليلة لاهداف نقابية سياسية بتمارس عمل فيه قدر من عدم الحقيقة اهانة للوزير او لرئيس الوزراء او لغيره دول اقلية لا تمثل المعلمين المعلمين يستحقوا كل التجليل والاجلال والاحترام لانهم هم رواد يمارسون عملهم بكفاءة انا مزوط المدارس شفت المعلمين في فصول بيشرحوا الطلبة حاجة يعني تقدل بالانسان انه يكاد يدمع تدمع عينيه من احترامه لهؤلاء المعلمين الافاضل اللي بيادو يجبهم بكل اخلاص البعض بيقول الدروس الدروس دي اقلية من المعلمين معظم المعلمين لا تعطي الدروس ويجب نحن كمجتمع